لا وقت للتهريج والعبث الحياة ثواني معدودة لابد أن نستغلها كل ثانية اجعل فيها ذكرا اجعل فيها تسبيحا ستحتاجه أفق لا وقت للضياع الواجب على الإنسان العاقل أن يستغل وقته بما يكون سببا لرضى ربه جل وعلا حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يركون فالليل والنهار مضيتان وخزانتان يفزن فيهما الخير والشر والوصلان العبد إلى النهاية فالإنسان العاقل يا أخواني يحتسب يحتسب أيامه ولا يليه لماذا أمطاه هل هو بطاعة الله هل هو بمعصة الله إن كان بطاعة الله فليحمد الله على ذلك وليستمر عليه وليسأله الثبات إلى الموت فججر به أن يصولهما وأن يحفظهما وأن لا يخزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل لأن من ابتلي بالمعاصي في حال صحته وعنفوان شبابه ربما يستمر على هذه المعاصي فإذا جاء وقت الحاجة إلى الطاعة إذا هو مفلس صفر اليدين لا يتمكن من الشهادة عند الموت نسى الله العالمين حاسب نفسك هل أنت أواب حذير؟ هل أنت رجع لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة حاسب نفسك فالعاقل وصاحب قلبه نيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه فأحث نفسي وإياكم بعبادك الله في نفع الخلق بإعطاء النفسية من المتعة على وجه المباح وهكذا فمن أضاع وقته أضاع عليه عمور وضعت عليه العلوم وضعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير نسى الله يجعله وإياكم ممن عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات وأن يتولانا في الدنيا والآخر إنه على كل شيء قدر وأسأله سبحانه بأسماعه الحزن وصفاقه العلا يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار ويصلح قلوبنا وأعمانا جميعا ويرجقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقدم لديه كما أسأله سبحانه يصلح حفاظ مسلمين كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويوفق حكام مسلمين وعلماتهم لا وقت للتهريج والعبر الحياة ثواني معدودة لابد أن نستغلها أفق لا وقت للضياع